ومشاهدين ينضم معنا مباشرة من أربيل الدكتور معتز النجم أستاذ العلوم السياسية أهلا ومرحبا بك دكتور معتز واليوم تعرض مطار أربيل إلى محاولة استهداف جديدة فبرأيكم هل المبررات التي تطلقها الجهات المنفذة للهجمات كافية لمواصلة هذه الهجمات على الرغم من قلة فعليتها بداية مساء الخير لكم والمشاهدين قناة التغيير كل عام وأنتم بخير لا شك أن هذه الهجمات التي تعرض لها أقليم كردستان ومطار أقليم وقواد العسكرية لقواد تحالف أقليم كردستان تعتبر خرق للقانون والسيادة والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الداخلية باعتبار أن أقليم كردستان تجربة لا يمكن الاستهانة بها أقليم كردستان تجربة يجب أن تكون أنموذج احتدى به سواء على الصعيد الأمني أو الاستقرار الاقتصادي والسياسي هذه المناورات وهذه الإشكاليات وهذه الخروقات لأجواء أقليم كردستان يجب أن تكون على الحكومة العراقية أن تتخذ موقف حازم باعتبار يجب أن تتوفر لدينا مؤسسات ضامنة للسلطات الأقليم ولا سيما عندما يستدف البيش مرقة باعتبار البيش مرقة جزء من المؤسسة العسكرية منصوص إليه في الدستور باعتبار أنها تصنف على نحار السلطات الأقليم فبالتالي فصل هذه السلوكيات من قبل جماعات المسلحة عن طريق استهداف الأقليم لا يمكن أن تعتبر جزء من سلوكيات وما يطلق على سما مقاومة أو تستدف القوات العسكرية باعتبار أن القوات العسكرية حتى وإن كانت قوات أميركية أو قوات تحالف في جزء من قوات تحالف من أجل محاربة تنظيم داعش وجاءت باتفاق ما بين الحكومة العراقية وما بين القوات الأمريكية وبموجب قرارات مجلس سلم فبالتالي يجب أن ينظر من قبل هذه الجماعات باعتبارها من جماعات خارجة عن القانون لا يمكن أن تصف جماعات جزء من سياسات أو حكومات مركزية أو حكومات أو سياسات داخلية باعتبار هذه الجماعات ترتكن أو تعتكز أو تستلم الأوردرات من الأجندة الخارجية من أجل جزء العراق في حرب وصراعات تقليمية ليس له لا ناقة ولا جمل في ظل هذه الصراعات المتوفرة في المنطقة نعم طيب دكتور معتز يعني في اليومين الماضيين كانت بيانات المسؤولين في كرزستان تحمل طابع أكثر شدة وصرامة في مخاطبة بغداد حول هذه الهجمات فبرأيك هل سيكون هذا التطور هو سببا لقطيع بين الطرفين في حال عدم معالجة هذا الموضوع يعني سيدة الفاضلة للأسف بغداد دائما تكتفي بالتصريحات ناقليم كردستان اليوم يعاني من أزمة اقتصادية حكومة السيد السوداني لم تفي بكل الوعود التي قطعتها قبيل تشكيل الحكومة حكومة السيد السوداني في كابينته هذه فبالتالي المسؤولين في قليم كردستان اليوم ينادون من أجل عدم وجود أو عدم الانزلاق إلى حرب طائفية أو حرب مناطقية أو مذهبية باعتبار هذه الجماعات التي تطلق الصواريخ وتطلق الطائرات المسيرة تريد أن تزغ العراق إلى نظام الفوضى والعودة إلى المربع الأول في الصعيد الأمني لا يمكن فصل سيدة الفاضلة العاملية الأمن والسياسة باعتبارهم متداخلين هناك مشاكل سياسية بين القليب والمركز هذا المشاكل يمكن أن تستثمر من قبل هذه الجماعات المسلحة والجماعات التي خارجها عن القانون باعتبار تستهدف أراضي عراقية لا تستهدف عدو خارج العراق فبالتالي على الحكومة السيد السوداني وعلى بغداد المركز أن تتعامل معهد بجدية وعن يجب أن يكون هناك طاولة حوار مستديرة بينه وبين الأقليم باعتبار أن الأقليم هو المتأثر الأول والأخير هناك استهدافة لا سيمة أذا ما ذكرنا أن استهدافة المطار باعتبار المطار هو ميناء نقل وميناء جوي وطرق النقل الجوي وطرق النقل الدولية يجب أن تكون محرمة حتى بموجب الحروب ما بين الدول هذه محرمة عن الاستهدافات العسكرية ما بالك عندما يكون استهداف مطار آمن في أقليم مستقر وعاصم تقليم أربيل فبالتالي من قبل جماعات تبعد 30 أو 40 أو 60 كم عن القليم فبالتالي يجب أن تكون هناك مؤسسات تضمن الأمن والأمان لهذه المناطق لهذه المؤسسات العسكرية ولا سيمة على عاتق بغداد وعاتق السيد السوداني يجب أن يكون وهذا إذا ما أدركنا بأن هذه الفصائل تعتمد إلى أو هذه الفصائل تنبثق من ما يسمى قوة الإطار باعتبار هناك في الإطار قوة تملك فصائل مسلحة ولديها تمثيل سياسي وأخرى تملك تمثيل سياسي ولديها أجنحة عسكرية فبالتالي على حكومة السيد السوداني أن يجز نفسه في عملية الحوار ومعالجة المواقف الآنية وبصورة مستعجلة ولا سوف تكون هناك أعتقد تدخلات دولية باعتبار أن العامل الأمريكي والعامل الدولي لا يسمح والعامل الدولي لما أعطى الشرعية والضوء الأخضر ودعب حكومة السيد السوداني كان هناك هدنة أعتقد هذه الأحداث الأخيرة قبل يومين وقبل أربعة أيام وقبل خمسة أيام كانت بداية نهاية الهدنة بين الفصائل العسكرية وفصائل مسلحة ما بين الولايات المتحدة أمريكية وبينها وبين أيضا إيران باعتبار فعلت ما يسمى وحدة الساحات ولكن وحدة الساحات هذه كانت بعبارة عن جبهات متحدة سواء كانت في العراق أو في اليمن أو في ليبيا أو في لبنان أو في سوريا فبالتالي يجب أن نبعد العراق ويجب أن ننظر للعراق باعتبار دولة لديها مصالح نحن ليس بعيدين إذا ما جزء أو إذا ما جعل العراق باعتبار هذه الضربات جزء من ردود أفعال تجاه ما يحدث في علاقة ودعم أمريكي لإسرائيل في غزة يجب أن نميز ما بين مواقف العراق المبدئية والثابتة قضية فلسطينية وبين مصالح العراق يجب أن تكون لدي نظرة استباقية واستسرافية لما يحدث العراق إذا ما أخذت الأمور إلى عاتق غير واضح وأمور مبهمة وفوضوية في التعاطم على زمات الداخلية طيب دكتور يعني اليوم ومع الحديث عن تكرار هذه الهجمات على قوات التحالف وهداف كردستان كل هذا يضع حكومة بغداد في حرج كبير داخليا أو أمام المجتمع الدولي فبرأيك ما هو السبيل من الناحية العملية أمام بغداد لتجاوز هذا الحرج؟ يعني أعتقد على بغداد أن توضح الموقف وتصنف من هي هذه الجماعات بشكل نحن ندرك أن هناك علاقة بين السفيرة الأميركية في بغداد والسيد السوداني علاقة قوية جدا فبالتالي السيد اليوم رئيس الحكومة السيد السوداني يدرك منهم الجماعات ويفهم ويستطيع عن طريق الجودة الاستخباري والتقنية وما وصل إليه الأمور اليوم وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي الأفضل على السيد السوداني أن يعالج الأمور من داخل كتلة الإطار السياسي والإطار الشيعي باعتبار هذه الجماعات ترتبط بأجندات خارجية فلترت بوابة هذه الأجندات هي كتلة الإطار فبالتالي السيد السوداني من الأفضل أن يكون هناك رحلة مكوكية إلى إيران لمعالجة هذا لبعد العراق عن العقدة الستراتيجية باعتباره للولايات المتحدة الأمريكية لبعد العراق عن الصراعات الأقليمية أمريكا أعتقد غير جادة أو غير راغبة في توسيع نطاق الصراع الأقليمي ولا سيما عندما ينعكس هذا على الدخل الأمريكي على دارة جو بايدن باعتباره يجب أن تكون هناك علاقات قوية مع العراق ولا زال العراق يشكل مورد اقتصادي كبير وعقدة استراتيجية وموقع مهم لدى السياسة الأمريكية إضافة إلى يقوم السيد السوداني بعملية دارة حوار ما بين إيران وبين إسرائيل يجب على السيد السوداني أعطاء هذه الفصائل المسلحة أن تكون داخل سطوة القانون ويكون هناك استعادة وإرادة حقيقية لإعطاء نبتة بأن مصرحة العراقي هي الأولى والمصرحة العراقية هي الأولى في التعاطي مع الزمات ويبتعد عن تشنجات الداخلية وتشنجات أو الأجندات الأقليمية التي جعلت وفعلت أذرعها في العراق وهذا ما رأيناه اليوم والسدف هنا هناك لقواعد عسكرية موجودة في عراق وموجب اتفاقيات دولية وموجب رغبة وطلب الحكومة العراقية نعم طيب دكتور معتز يعني اليوم ما يجري على الساحة في داخل الإقليم من هجمات أخيرة دفعت قيادات الإقليم بأن تطلب العون والدعم من التحالف الدولي بشكل مباشر فهل يمكن هذا أن يفسر بتوصل القيادات لقناعة تفيد بعدم جدوى مطالبها من بغداد بهذا الخصوص تحديدا بالتأكيد لدينا تجربة تاريخية سية الفاضلة في هذا عندما عجزت بغداد عن دفاع عن الإقليم في إعداد داعش جندت جميع القوة الدولية التي لها علاقات نحن ندرك أن حكومة إقليم كردستان تملك علاقات جيدة جدا مع الدول حلف الناتو والدول الأوروبية وهناك مصالح مشتركة وهناك موجب الأمن والأمانة التي حققتها إقليم كردستان لهذه الدول عن طريق الاستثمارات وعن طريق الطاقة وعن طريق القنصليات الموجودة والتي تنعم بهذه الحرية داخل إقليم كردستان فبالتالي لا يمكن ترك الإقليم وحده فبالتالي إذا ما استطاعت إقليم كردستان أو عندما يدرك أساسها في إقليم كردستان أن لا جدوى للتعامل مع بغداد وأن منادات بغداد دون جدوى وأن الاستعانة ببغداد لا تنفع فأعتقد أن الأرادة الدولية جاهزة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف لا تفرض بالإقليم لا تفرض في قيادة الإقليم لا تفرض في تجربة الإقليم في المنطقة باعتباره جزء من نظام فيدرالي ديوبغراطي ينعم بالأمن والسلم ويحتاج إلى دعم اقتصادي وسياسي وأمني وأعتقد برأيه المتواضع هذه الدول جاهزة للتعاطي مع هذه الزمات ولا سيمة عندما سوف تدعى إذا ما أدركت بأن حكومة السودانية غير جادة في التعاطي مع هذه الجماعات المسلحة وحل هذه المشاكل الداخلية نعم الدكتور معتز النجم أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك